حلقتنا بالمنتخب في استاد مصر وبشائر النصر الحقيقة تحفة معمارية رياضية رائعة جدا ظهرت لنا من خلال معسكر المنتخب الوطني في استاد مصر في العاصمة الإدرية استاد يا جماعة بهذه الروعة والأناقة والشكل الجميل ساعته 93 ألف مشاجع أكبر استاد في مصر دلوقت إن لم يكن في المنطقة لأن أنت بتتكلم على استاد بهذه الروعة وهذه الإمكانات وهذه الضخامة تتكلم في 93 ألف متفرج روي فيتوريا كان منباهر جدا لما دخله ورحب إن المنتخب يبدأ معسكره ويبدأ إعداده للكاس الأمم الأفريقية من خلال هذا الملعب اللي فعلا إضافة قوية جدا جدا للبنية التحتية الرياضية المصرية ولما يكون في العاصمة الإدرية أعتقد إضافة أكبر كمان هي رسالة يا أستاذ إبراهيم هي ترجمة حقيقية لمعنى العاصمة الإدرية يعني هذا الأستاذ ينافس فقط أو ينافسه فقط أستاذ القاهرة إذن العاصمة القديمة في أستاذ القاهرة اتعامل أستاذ أحدث وأضخم منه في العاصمة الإدرية الجديدة هذا تأكيد وترصيخ لمعنى كلمة العاصمة الإدرية الجديدة العاصمة الإدرية معمولة بشكل آخر ما وصلها إليه التكنولوجيا النهر الأخضر ده بعد ما يكتمل هو إيش من النهر الأخضر ليه لأن شلالات من المساحات الخضراء بتقطع العاصمة الإدرية طولا وعرضا وعشان تديلك بيئة صالحة والناس تنفس هوى وأكسجين نقي للون الأخضر والنباتات من تأثير في تنقية الأجواء وزيادة كميات الأكسجين فإنت العاصمة الإدرية فاخرة في طرقها في طريقة إنشاءها في المنشآت اللي فيها الفندق كمان اللي منتخب معسكر فيه حاجة روعة كل حاجة معمولة على أعلى مستوى وبعدين كمان خلي بالك تدريجيا لما المؤسسات الحكومية هتتنقل وتبتدي الحياة تدب بقى بكسافة عددية فعلا لأن تم تنقل مصالح حكومية هناك في مدارس سابق في أربع جماعات شغالين هتبتدي تجد بنية سكنية تناسب جميع المستويات هتجد متوسطي الحال وفوق المتوسط وأصحاب الفراء يعني عندهم قدر أن نمعيش في زي العاصمة من كبار المسؤولين والموظفين حتى اللي هم متوسطين كل شيء معمول حسابه ومعمول حسابه أنك تعيش فيه سعادة ورفاهية مش موجودة في حتة تانية طيب كان واضح جدا على روي فيتوريا ساعدته بالمكان وبالاستاد وبالأجواء المعسكر النهاردة بالمناسبة اكتمل وصول أو عقد المنتخب بوصول النجم العلامة محمد صلاح آخر المنضمين النهاردة للمنتخب وانبارح شفنا بعض التغييرات في القايمة